إذن خاركوف أول عاصمة للجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية ومركز للصناعات الأوكرانية أهمية هذه المدينة في التالي تعليقا على طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تخصيص مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا قال السفير الروسي لدى واشنطن أن تلك المساعدات لأوكرانيا لن تغير الوبع على الأرض أو تؤدي إلى هزيمة روسيا واتهم السفير الروسي واشنطن بأنها تسعى لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا بسبب رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا مشيرا إلى أن تلك الطموحات محكوم عليها بالفشل على حد وصفه هذا وأشاد وزير الخارجية الأوكراني باجتماع جدة واعتبره تحولا مهما في اجتماعات التنسيق الدولية حول الأزمة الأوكرانية I believe the meeting in Jeddah was a breakthrough because for the first time we brought together countries representing entire world not only Europe and North America but entire world Asia was present with India and China sitting at the table Africa was present South America was present so and also it is important to note that between the meeting the first meeting of this coordination group in Copenhagen a month ago and the meeting in Jeddah the number of countries willing to participate has increased dramatically so basically the dynamics is very positive and you know if I would put it this way if a country wants to be in the front seat of world politics it has to be become part of this coordination meetings أعلنت أوكرانيا فتح ممرات بحرية إنسانية مؤقتة لسفن التجارية المدنية من وإلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود وأوضحت قيادة القوات البحرية الأوكرانية في بيان أنه سيتم استخدام هذه الممرات البحرية بشكل رئيسي لإخراج سفن مدنية عالقة في موانئ أوكرانية منذ بداية الحرب الروسية على البلاد ترجمة نانسي قنقر